متتبعين الكرام أسعد الله مساءكم الإخوان الأخوات كيف ما شفنا الأحداث اتضحت اتضحت الصورة فعلا احنا اليوم كنعيش مع واحد العناصر اللي هما فعلا ولاوا كيبيعوا ويشريوا في القضايا ديالهم وكذلك كيحاولوا ما أمكن أنهم يضحكوا على المتتبعين ديالهم بالطريقة اللي كيحاولوا يستعطفوا بها باش يكون استرزاق إلكتروني فكيف ما شفنا الخرجة ديال مادام بوبية مولت طيارة الحمرة اليوم غادة قالت لك المحكامة مع أنه كان عندها استشارة مع المحامية ديالها بالأمس والمحامية ديالتها قاتلها بأنه مازال لم يتم تحديد موعد الجلسة لكن اليوم حاولت أدير أسلوب التمويه للمتتبعين لأنها خاصة تجمع خضرة ما أمكن فلوس فهي كترمية طعم جربات بالعناوين الكاذبة والعناوين الاستفزازية لكن للأسف هنا بدت تتوضح لنا بأنها واحد الإنسانة اللي هي فعلا معتوها بدل مصطلح لأنه باش غا نخرج وذكر الوليدات معايا في الطموبيل الصباح في عوض أنني سالية الخدمة ديالي نمشي نوجد في طيرة الوليداتي ونقدليهم أمورهم وندي اللي يمشي لمدراسة نمشي نرتاح اللي هي السيدة هذي اللي اللي عندها فيروس في الدم ديالها كيمشي اللي هو خاصني نمشي للمحاكيم والشكايات فكيف ما شفنا كان الخرجة ديالأخت يسرة اللي وضحت فيها فعلا أن يسرة كذلك كان عندها جلسة وما مشيتش لأنها ربما عندها واحد الضرف اللي هو ما خلاش تمشي لكن عندها اللي كيبشر لها الأمور ديالها اللي هو المحامين ديالها فكان كل شيء على طريق التليفون وكذلك الخرجة ديالأخت لبنا اللي فعلا كيف ما عرفناها دائما عودتنا على الحقيقة لأنه فعلا الناس كلهم كانوا منتظرين الحادث الحادث اللي النمشة حاولت أنها تحاول تير انتباه المتابعين لها أمع الصباح اليوم كيف ما قلنا الإخوان والأخوات شوفوا هاد الوساخة العقلانية ديال هاد الإنسانة هادي اليوم خارجة وكتقول أنا بغيت ناخد حقي فكانت منه نشوفوك بهذا القوة هادي وفعلا أنك عندك الوقت اللي غد تخدي فيه حقك وكذلك الناس التانين عندهم الوقت اللي غي ياخدوا فيهم حقهم إلى عندك شي حق فكيف ما كان عارفوا الإخوان والأخوات بالتأكيد أن هناك جلسة تاريخ خمسة وعشرين وتاريخ ثلاثون فكانت منها تكون مواجهة بينها وبالابنة ديالها اللي فعلا غادي تبين هاد المرة هادي على الحقيقة ديالها فكيف ما شفنا الإخوان والأخوات خرجت كتعطي المغالطات للمتتبعين للإسترزاق الإلكتروني فهنا كان عارفوا بأن الإنسانة عايشة على الكدوب وعايشة على التمثيل وعايشة على البهتان وعايشة على المراوغة وهد شي اللي يحفظوها المجموعة ديالها من بعد ما بدوك يجهزونا للعروسة عروسة مرهونا في دربها مرهونا أراهو الراوهة ما تدير خصة تجباد وتقاد وتدير في لير بوتوكس فهمتوا دك شي ودك شي باش تدبر على شي يباني وتدير له وريقات بحال اللي عندهم مهم هما يدوم جموعة ديالها كيدبروا على الشيابن باش يتركنوا عندهم فهمتوا يحصلوا فيهم يوحلوا فيهم إخوان الأخوات ما نبغيش نطول عليكم بغيت نتير انتباه لواحد النقطة كالخروج ديال يوسف والأم يوسف الفاسية اللي كانت وحد الخرجة دياله الروتين صباحي فكيف ما كان عارفه هاد الناس لا يبلون لأمر هاد السيدة اللي فعلا كنشوفها أنها إنسانة غير طبيعية وأن الخرجة ديال الصباح كتبيل بأن الناس عنا غدا المحكامة وغاتخذ حقها وأن عائلة مخدج حقها خصومي نزلوها هي وكذلك كتحاول ما أمكن توصل واحد رسالة مشفارة بأن القضاء غير عادل معها لكن للأسف كنتمنوا أن فعل القضاء يكون على علم بهذه الأمور هذه ويحاولوا ما أمكن أنهم يتخذوا معها الإجراءات السارمة لأن بحكم سبق لها قضايا أخرى في المحاكم وشكايات أخرى فطرحات واحد قاد يليه يزين المحارم وكانت كاذبة فالقضاء الحمد لله عادل ومنصف في البلاد ديالنا ونازيه كالحكم اللي هو البراءة للإبنة وللأب فاليوم هذه الإنسانة هذه اللي كانت نطلق ديالها الزوج ديالها كان رب دياله الله فكنظن أننا كنا كان عارفوا علاش فكنتمنوا أن فعلا الله يأخذ الحق ديال المظلوم فالزوج أكيد خاصه يأخذ الحق دياله من هذه الإنسانة هذه اللي شوهت لي السمعة دياله فانتظري هناك الكثير من يحتاجون أخذ حقهم منك لأنك فعلا غدد في التمنغالي ديالها الطريقة اللي انتي ماشية فيها وما زال كتنددي وكتحاولي أمكان تخلقي السراعات والمشاكل وكذلك العداوات بالتفاهة ديالك والاستهتار ديالك كيف ما شفناها خارج جارة جايب الخدمة ما زال منع ساتش وديرها في رأس هذه الحالة باش تحاول ما أمكان أنها فقط جذب المتتبعين والمشاهدين هنا الإخوان والأخوات ما نبغيش نطول عليكم نسعى والله خير مرة أخرى كانتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم وكانتمنى نشوف تعالق ديالكم الإيجابية والسلبية كذلك تهمني ما تنسونيش من اللايكات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم الأحباب ديالي يزوينات كان نبغيكم بزاف بزاف كان أحبكم في الله شكرا لكم أمسي يا سعيدة وإن شاء الله القادم خير ما حنقولوش حلم بحال بعض الأطراف القادم شاضم وبالعكس كنسعى والله خير سبحانه وتعالى لأنه فعلا الأمور كتحزن الخاطر لهذا الشي اللي ما زال غادي وكيتفاقم لأن هاد الإنسانة هادي فعلا كتورين المثال ديال واحد للمرأة الغير المشرفة لأي عائلة مغربية وكتحاول ما أمكن اليوم تبيض صفحة ديالها على أحساب غيرها شكرا لكم بزاف بزاف أحبكم في الله وشكرا والسلام عليكم قولوا السلام وسلام على رسول الله كل شي وجد كاشط رهي العريس غايشي عندها بطيارة حمرة نتمنى وتكون طيارة كبيرة وطويلة وعريدة باش نقدروا قاعد نزغر طولها وخاف بطيارة يواء العروسة ركت وش دراسة هطلاق هل حلم تجواج هلو حدراري أنا غادق نخد حقي وما أخدوش دي حقي الديني هواء هواء ولا ما كانش هوي الديني فحنا اليوم كنتمنى أن فعلا السلطات يتخذوا معك الإجراءات اللازمة لأنك فعلا كتدري التمويه حتى للقضاء لأنك اليوم كتقولي بأن هناك جلسة وانتي كان عندك استشارة مع المحامية ديالك إخوة الأخوات نبغي نقول لكم شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة